اشتركوا في القناة ودورها كشريك كامل الاهلية في ادارة وطنها استهلت سعدة الاستاذة هالا الانصاري الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة فعالية المائدات المستديرة رفيعة المستوى والتي عقدت في مقر البرلمان الفرنسي تحت عنوان احدث تطورات التشريعية الداعمة لمشاركة وتقدم المرأة في مملكة البحرين استهلت سعدتها الفعالية بالاعراب عن املها بان يسهم هذا اللقاء في فتح افاق ارحب للتشاور وتبادل الخبرات بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية في مجال العمل التشريعي الضامن لحقوق المرأة مشيرة الى ان تجربة البحرين في مجال تقدم المرأة تتميز باستيعابها لطبيعة التحديات المحيطة بذلك وهو ما حدا بالمجلس الاعلى للمرأة بالعمل على ايجاد ثقافة مؤيدة وميسرة للتوازن بين الجنسين في شتى المجالات وتأسيس منظومة عمل وطنية تعمل على ادماج احتياجات المرأة في التنمية الحضور الكريم اسمحوا لي على عجالة ان اشير الى بعض الاعتبارات التاريخية والاجتماعية والثقافية التي احاطت بمشاركة المرأة البحرينية وساهمت في تميز تجربتها الاعتبار الاول البداية المبكرة للتعليم النسائي في مملكة البحرين منذ بدايات القرن التاسع عشر والتي مهدت لتأسيس اول مدرسة حكومية في العام 1928 وقد كان لهذا الانفتاح الثقافي والتعليمي الذي تواصل بسفر المرأة البحرينية للتعليم في الخارج في العام 1937 دور مؤثر في وضع النواة الاولى لجاهزية المرأة البحرينية وانخراطها السلس وغير المفتعل في البناء التنموي وتشكيل الملامح الاولى للدولة المدنية الحديثة ولفتت في هذا السياق لتشكيل لجنة وطنية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة وضعتها قبل عشر سنوات نموذجا وطنيا لإدماج احتياجات ومكون المرأة البحرينية في برامج عمل الدولة وشددت الانصاري على الدور المؤثر للسلطة التشريعية بمملكة البحرين في الاسهم في تفعيل النموذج وذلك من خلال توظيف الأدوات التشريعية والرقبية لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التشعات وبرامج العمل الحكومية وعند إقرار الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وقالت الأمين العام للمجلسي أن من أهم ما يتميز به النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية تصنيفه كنظام مبتكر لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ومن بين أهم إدواته تقرير وطني لقياس فعالية مؤسسات الدولة في تطبيق السياسات ومبادرات التوازن بين الجنسين وتبني ممارسات مبتكرة وداعمة لإحتياجات المرأة واستدامة تقدمها نكن الكثير من الاحترام للجهود التي تبذلها مملكة البحرين في سبيل تطوير المجتمع والالتزامات البحرينية في المساهمة في إحلال السلام في المنطقة وقلنا منذ عدة سنوات إن الجهود التي تبذلها البحرين قد أثمرت كانت لي مناسبات عدة لزيارة البحرين التقيت خلالها بمسؤولي الدولة هناك وبمسؤولين من المجتمع المدني للحديث بشكل خاص عن حقوق المرأة في المجتمع ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة أنا سعيدة جدا في اكتشاف أن المرأة البحرينية تبني شيئا فشيئا المساواة في بلدها وأن في البحرين قوانينا شبيهة بالتي لدينا هنا في فرنسا للدفاع عن المساواة بين المرأة والرجل في بلدها البحرين هي مملكة منفتحة جدا وذلك بالمعنائيين الحقيقي والمجازي ولها دور كبير ضمن مجموعة الدول الخليج العربية مما يحصل اليوم من تقدم في البحرين استدعي الوقوف عنده والتنويه به ونحن بذلك إنما نقدم خدمة لكل دول المنطقة في البحرين هناك شراكة بين الرجل والمرأة شراكة تسمح بالعيش سوية وبناء مجتمع يدا بيد كلمة الشراكة هنا مهمة جدا الشراكة تعني أن هناك اختلافا بين الرجل والمرأة لكن هذا الاختلاف لا يعني عدم المساواة نحن مختلفان لكننا متساويا إنه لأمر مهم جدا أن يكون للمرأة الشرقية وبشكل خاص المرأة البحرينية هذا المستوى من التطور الاجتماعي وهذا شيء غير معروف تماما هنا في فرنسا نحن في البرلمان الفرنسي وبفضل هذا التبادل بيننا وبين الوفد البحريني تعرفنا على وقائع كنا نجهلها وآمل أن تستمر اللقاءات على مختلف الأصعدة بين بلدينا تواصل مملكة البحرين سعيها لتكون بيت خبرة في مجال تمكين وتقدم المرأة وأن تكون لها مساهمة نوعية على الصعيد العالمي كحرصها على تلبية التزاماتها الدولية والانضمام للهيئة التنفيذية واللجان المتخصصة والترويج لممارستها الوطنية الناجحة كجائزة الأميرة سبيكا بنت إبراهيم الخليفة لتمكين المرأة التي تبنتها مؤخرا هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعد تطبيقها وطنيا على مدى عشر سنوات اشتركوا في القناة